اتكلمت فيها ومع ذلك فهي فكرة انك تبقي مؤمنة بمهنتك وانك بتحترمي شغلك وبتحترمي أدوارك المتعددة دي فكرة كويسة قوي وانك تعيشيها كويس يعني انا جوة البيت رب تبيت جدا 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 بعمل كل حاجتي مش عارفة تعامولي مع ولادي ايه حاجات كده وكل ست اظن شطرة اوجي في انها في تعدد ادوارها يعني انت كصحفية لو روحتي بيتك بس انت شكلك صغيرة ما تجاوزتيش لسه متجاوزة ومخلفة طيب يعني انت يعني كل الستات اظن عندهم التعددية دي اللي ما عندوش التعددية دي موجودة في قليلين الراجل يعني يا بخت الراجل بيروح يلاقي بيته متنظفوا اكلوا وولاده مستحميين احنا اللي بنعمل ده كله وهو في اي لحظة زي ما قال الاستاذ انه انا بفضل انه يشتغل معايا راجل لانه وقت البروفر الراجل ده مش هيبقى مش وراه مواعين الغداء هيقدر في اي لحظة يقرر يخرج من البيت هيخرج يعني خصوصا ايوة 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 كنت روحنا فيلم فعلا كرو فيلم او كاست بتاع فيلم روحنا كانوا ونزلنا ببيت واحد فانا كنت كل يوم بعمل لهم كشري مرة كشري مصري يعني بعمل للعشا فانا اظن انه كلنا سيدات عاملات في المجتمع المصري السيدة العاملة عندها تعددية في الادوار وفي التعامل مع اوقاتها يومها وبتعرف تنظم وقتها كويس يعني انتي كموظفة انا متأكدة انك مثلا ما بتقفيش قدام الاتل زي الست البيت العادية انتي بتحطي حاجة على النار وبعدين تروحي معرفش تعملي حاجة تانية وترجع تنظيم وقت جدول عظيم مع بقري احنا لازم منا بتسقفونا يا رجالة لكل الستات عشان احنا كويسين قوي كل الستات مش بس الممثق يعني احنا كناس بنتعمل حاجات كتير في نفس الوقت مالتي تاسك يعني الرجالة مش مالتي تاسك على فكرة بمناسبة يوم المرة من حق اقول كده لا لا انا تمام حد عندها سيلا اه اعايزة لا ردي 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 انا اه اوكي انا بس نفسي طبعا انا متفقة جدا مع السادة سلوة ان الستات كلهم مالتي تاسك ده اكيد بس انا نفسي نبطل في مجتمعات كتير نبقى بنفهم البنت وهي صغيرة انه اكبر انجاز في حياتها ولازم تعمله في وقت معين قبل ما كده الجواز والخير لانه حقيقي حقيقي البنات بتبقى عندها ضغط عصبي وبتكتائب جدا واختياراتها معظم الوقت بناء على الضغط ده بتبقى غلط بس البنت لو اشتغلت على نفسها وثقفت نفسها وتعلمت كويس اختيارها في الراجل هيبقى مختلف تماما عن ما يبقى اختيارها تحت ضغط عيلتها تحت ضغط المجتمع انها تأخرت في الجواز تحت ضغط صحابها حتى واللي حواليها لو البنات في مصر او في مجتمعات كتير قوي فهمت ان الجواز والخلفة مش اكبر انجاز في حياتك اكبر انجاز في حياتك انك انت تبقى مصقفة انك تبقى متعلمة ساعتها الحاجات دي لما هتعرفي تربي كويس هتعرفي تختاري راجل كويس هتعرفي تديري حياتك بشكل احسن فانا نفسي ان كل الامهات او كل الاسر في مصر وفي كل الدول اللي بيضغطوا على البنت انها ده اكبر انجاز وانا ده اللي لازم تعمله بسرعة قبل سن معين ارجوكو 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 بطلوا تعملوا ده لان ده بيدمر بنات بيدمرهم وعادة بيبقى غلط ما بيبقاش صح بس شكرا انا برضو كنت عايزة استنى لحد ما الاستاذة سالواء اللي وتيجي بس هسأل السؤال لانه يخص سكنتو التلاتة من اول استاذة سالواء وانا عارف كمان استاذة ناهد استاذة باسمة بتشاركو كتير قوي في افلام بحس ان انتو بتدعمو مشروع كبير مش مشروعكو الشخصي بس يعني سالواء بتشتغل مع ناس كتير قوي في مشروع التخرج بتاعها ناهد انت عملتي افلام قصيرة زي هذه ليلتي وحرجاف سيفن وبس في نفس الشيء وافلام كتيرة من اللي هي خارج النسق المعتاد فهل انتو بتحسوا ان انتو كفنانات بتعملوا تشكيل لصورة مش بس المرأة بس صورة الحياة في مصر ده حاجة وعية ولا بتيجي بالصدفة كده بس بمناسبة الافلام القصيرة عشان ناس كتير قوي كانت بتسألني في مهرجان وجورة او عشان هذه ليلتي كان مشارك في مهرجان وجورة او بيسألوني عموما تميلي افلام قصيرة ليه انت بقيت تعملي مسلسلات وافلام وكده فكت دايما بقولهم والله يا جماعة هي الافلام القصيرة مش يحرام احنا معرفناش نكبرها او مش عارفين نعمل فيلم كبير فبنعمل فيلم صغير اطلاقا الموضوع مش كبير خالص خالص دايما عندك معظم الناس شايفة انه يا حرام مش عارفين نعمل فيلم كبير خالص هي الفيلم هرجف صيفا ماينفعش بقى اكتر من من ده ماينفعش بقى اكتر من ده وهو حلوته في انه هو الربع ساعة تلت ساعة انت فرج عليها دي وخلاص انتي اكتفيتي جدا وبعندك اكتفاء جدا من الموضوع ده وخلاص وحتى كمان انا دايما لما بشوف طلبة ونس بيبقوا عايزين يجيبوا رواية ويعملوا فيلم قصير اولهم لا هو موضوع مش كده هو الرواية تتعمل الفيلم القصير هو حكاية مش هتتقال غير في الفترة الزمنية ويقايد دي انواع اذا ما فيه ناس تحب المصر اذا ما فيه ناس تحب السنيمة او التلفزيون اكتر انا بحب جدا افلام قصيرة انا كده رديت على سؤالك ولا يعني بيتهيقلي ان انا فهم غرضك من السؤال انا لما بسترجع الادوار اللي اشتغلت فيها باكتشف ان انا بطريقة unconscious بطريقة ما فيهش واعي او قصدية اغلب الادوار فيها نوع من انواع تمكين المرأة او تقوية المرأة لان انا بيكسر قلبي نظرة المجتمعية للمرأة على انها شيء يعني حضرتك مش هتبقى حاسس ان انا بنت خالتك ومتدايق عليها لو انا عاملة دور واحدة بقت الحيوان ووقفها شق بطنه وطلع قلبه ووكله وده مش هتدمه ويقاسي جدا لكن حضرتك هيجي لك الاحساس ده بس لو انا بعمل مشهد حسي وانا بتدايق من النظرة دي بتاعت انه انا انسة اذا انا مجرد جسد انا بالنسبة لي بحاول بقدر الامكان الادوار ما تبقاش لستات اقوية انما ستات بيحصل في تحول ما في حياتهم فيداروا بصورة ما يستوعبوا قدرهم يستوعبوا اهميتهم في المجتمع حتى لو دور لست مكسورة مهيط الجناح الاطار العام اللي حواليها بيديها سنة دفعة للامام اتمنى ان انا اكون فهمت غرضك صح اولا نرحب بكم في سعيد مصر كل سنة وانتو ضيبين بيكون سابب المجمع العالمي هو مش تعقيم ولا حاجة مدام سروع كلنا بتحبك وانت محترمة انت قلت لفظين ما نطبقوش على الممثل الممثل بالنسبة لي انا كمعلم والمعلم حاجة راقعة ورسول صلص معلمني انا انت بتعلمني انا بتعلم منك حاجات بالمثال انت بتقول انا مش بتسلة بيك بانا لو بتسلة بيك بيت حاجة بتسلة بيها بره ايه مش بتتفرج على فيلم العمير رقم تلتاشر وتدحك وتبقى متسلة جدا انت دخلت عندي فدي مهنة طرفيهية دي مهنة طرفيهية العالم كله سنوها انا تعلمت المحامة منيحي الفخ انا تعلمت المحامة منيحي الفخراني من احمد زاكي محامة منيحي الفخراني اه تعلمت منه لا استثني منها احدا يعني انت دخلت قلت كلنا فاسدون لا استثني منها احدا يعني الاداء نفسه الاداء بالمحامة الجراءة في حاجات اكتسبناها من ال اكتسبناها كبوريا بالزبط وعمل رغبة متوحشة ايوة ايوة استكوز اتحمد مسؤولية من دور المعلمة لانه انا مش معلمة انا اقولش لا انا مش ناقل انا اتعلم انا اتعلم اه انت كمعلمة من حق تمسك المسطرة دلوقتي لا مش ماشي ايوة اتو صحاب رسالة انا مش صاحبة رسالة لو عايزة ابعت ودي جملة انا بحبها جدا لو عايز ابعت رسالة هبعتها لك بالميل انا بعمل فيلم عسي انا حطك في حالة ممكن ابقى بعمل فيلم بس عشان ابسطك زي ما زي انا معاك جدا زي ما حصل كان فيه بداية ونهاية وجعلوني مجرما وتعلمت منه كتير جدي برضو عمل 30 يوم في السجن وما كانش بيعلمك حاجة وغزل البنات بتعليه مش شرط انا ومشاهد حلو انا ساعات ببقى عايزة انا بالليل انا نفسي ورغم ان انا بعمل كل افلامي خاصة جدا ببقى انا بالليل عايزة تفرج على فيلم ترفيهي كده مش عايزة فكر في اي حاجة مش عايزة ولا عايزة تعلم ولا عايزة رسالة ولا عايزة انا عايزة بشوف الفيلم ده يدحكني كده شوية وانا مبسوطة ودي اكبر واهم حاجة ممكن الفاني بقى بيعملها ان انا بقى بخرجك من مود انت متضايق منه بانك انت بقيت مبسوط فلو بحياتك بتقول ان ده رزلة فديدي دي مش بس كده دي نعمة من ربنا ان انا بقى بسعيدك نعمة ان انا بقى بسليك ودي مش عايبة مش عايبة ابدا نعمة من ربنا لو انا عملت مشهد زي مثلا انا هتكلم على نفسي مش انا مش عايزة تكلم على حد لو بعمل مشهد زي فيلم اكس لارج لما بقول انا عندي اربحة حسنات في داريا وريوملك ما فيش اي حاجة تتعلمها من كده خلاص انا شايفة ان ده احلى حاجة ان انا عرفت خليك في مشهد تضحك ودي رسالة على فكرة لو انت بتاخد الموضوع كرسالة ورغم ان يضد كلمة رسالة ضدها تماما بس لو انا هدفي ان انا ضحكك وان انا انا سليك ده دي حاجة كبيرة قوي والحمد لله يا رب ان انا عارفة اعمل ده للناس الفحمد كده ان الناس بتتفرج علي وتتبسط دي نعمة زمان الجدات كانوا بيحكوا زمان الجدات كانوا بيحكوا حواديد لاحفادهم عشان ايه عشان يسلوهم يعلموهم ايه انا شخصيا الحواديد اللي سمعتها كانت عن امنا الغولة وكده انا تعلمت ايه من امنا الغولة ايه لا يعني بس بس دور الجده اللي معروف انها اللطافة والتسليه لاحفادها فكرة استيريو تايبينج او حبس الممثل في نفس الاطار لما بينجح في اداء دور ما دي موجودة عالميا يعني السينما الامريكية قيمة على الفكرة دي استيريو تايبينج الاشخاص الممثل بيتطر يخضع لده في بداياته لانه عايز يشارك في اعمال اكتر ويتشاف اكتر ويثبت نفسه ويبقى له امارة انه يدبدب عالارض ويقول انا زهقت من الدور ده انا محتاج ابين جزء تاني من التمثيل فكرة الكاستنج ايجنسيز او الاوديشنينج للأدوار مش موجودة اوي في السينما المصرية على مستوى النجوم الميجا ستارز لكن مؤخرا ابتدى يبقى فيه ثقافة اختبار الأداء لانه مؤخرا ابتدى يبقى فيه مخرجين دم جديد شباب مختلف مطلعين على الدنيا ماشية ازاي خارج بلدنا وبيحاولوا يطبقوا ده على ارض الواقع لكن احنا كفائة ممثلين عندنا مشكلة ان احنا مش متعلمين فن الاوديشن لانه الاوديشن فيه دراسة ازاي تعملي اوديشن على دور احنا مش متعلمين وفحنا بالتالي بنمسك ورقة ونحاول نعمل اوديشن اه بس ابتدى يبقى فيه اهتمام بالموضوع ده فيه كتب اه ماشي فيه كتب انجلش ومعروفة جدا وحلوة جدا بتعلم اسمها بس اوديشن انتزاي اعمل اوديشن بس واكيد انتم عارفين الكتب ده هي بس انتزاي اتعلم اعمل اوديشن عن ال اوديشن اوديشن ده ليه اهمية كبيرة جدا 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 انا اصلا الناس كتير ممكن تبقى مش متخيادة او متعرفش ده انا احكيها شهراتات اول حاجة عملت عليه كاستنج اوديشن عند استاذ يسري نصر الله بعد ما اشتغلت كمان كتير فيلم يوم للستات واستاذة كاملة اعملنا مش عارفة اقول هي بتشوفني في الدور ولا هو ده اوديشن بس هي اكرت ما بين انه لا انا لو ما اشتغلتيش معايا في البروفات دي دلوقتي انا معرضة جدا ان انا ما عملش الدور ده لان ده كان بالنسبالي انا ده بالنسبالي كنا بنتحبس انا وهي باليوم بنامش حاجة غير ان انا بنتفرج على فيلم افلام تسجيلي هي عايزان يبقى زي البنت دي وانا ازاي بعمل برد زي انا هبقى بعمل البنت دي وكنت دايما ببقى على حسن ان ممكن استاذة كاملة مش هتبقى وغداني كذلك مسلسل الجامعة استاذة هاني خليفة قعد صنع يعمل كاستنج وبعد كده اختار ناس لان احنا كنا كلنا في الاول عملنا ورشة هو نفسه هو وحد تاني بيمرن كل حد على دور بتاعه ففي كاستنج وفي اوديشن في مصر بس مش من كل المخرجين ومش المخرجين كلها بتعملها او بتفاهم لانا للأسف الشديد المخرج تلوقتي عايز النجم اللي بيسهل علي اللي هيجيب له الاراضات اللي هو دي عمل الدور ده خمسين الف مرة فهو والله يستسهل من المخرج انا اسفة جدا يا استاذ بس هو استسهل ممكن نسمع وده بس نسمع سانوال هو محمد خان كان حكاء رائع ومن حكاياته اللطيفة انه احلام هندو كاميليا كان عايز فيه فاتن حميمة وسوعة حسن وكان نفسه جمعهم لاول مرة بس ده يعني ما نفعش معرفش مين رفضوا وظروف انتجية وكده فسمعت عن الفيلم نجلق فتحي فبعتت له ان انا عايزة اشتغل الفيلم ده فقال لها لا انت ما تنسبيش اي دور من الدورين لانه انت بيضة وشعرك ايه ومش عارف ايه وانا عايزهم شكلهم غير الشكل ده فقالت له طب بس تعالة اشرب معايا القهوة فراح يشرب معاها القهوة فتحت له الباب الشغالة وجابت له القهوة الشغالة ومش عارف ايه عندن فجأة اكتشف ان الشغالة تبقى نجلق فتحي فهي عملت لنفسها اوديشن هي عملت لنفسها اوديشن فانا مقديم انقلطف الحاجات اللي انا سمعتها عن ال اوديشن يعني يعني انا هرد عليك سريعا بس هرد عليك بواقعية مش بكلام يعني الواقعية ان المخرج علاقته بالجزء ده 30% انا بتكلم عن الافتام التجارية اوكي لان هي السلطة الاعلى من المخرج والمنتج وفي الممثلين بيسوي فلوس شباك التذاكر فالفيلم قريدي بيجي للمخرج شبه 60% متسكن ففكرة انك تعملي كاستنج للصف الاول ده بيفقدك علاقتك بيهم مبدئيا ان انت مش هنفع تروحي تجيبي شخص فيهم وبعدين يلاقي واحد غيره قد قايا يبقى عرف ان الراجل عمرك ما تشتغل معه طول حياتك اوكي ده اول حاجة ففكرة انك اصلا بتعود تلفي والدوري عشان ما تحسسهوش ان انت دخل فيلم وانك بتختبريه بشكل غير مباشر عشان تشوفي ينفع ولا لا فاحيانا انت بتستجيبي لأول 3 سطور مكتوب فيهم ممثلين ليه ده بيجيبوا ده بيجيبوا ده بيجيبوا ومش بيجيب بس ده بيساوي كام كل وهم عارفين البيع الخارجي ده بيجيب 100 الف دولار ده 400 الف دولار كلهم ليهم ارقام فانت بيجيلك بقى الاربعين في المية كمخرجة بتحاول تكتهد فيهم دول اللي بتعرفي تعمل لهم ادش انه هم بيبقوا حبين ودول بيبقوا بتتدوري على الاربع في مئة مليون فبيبقوا قريدي انت كمخرجة حط عينك على كم حد بقى لك فترة وشايفة ومتا اوكي وان تو ثري فور فما بيبشي فرصة اصلا للوديشن ده مبتكلمش طبعا على كل حاجة بساعة بكلمك انا راجل مخرج بعمل افلام تجارية ده الحال في الافلام تجارية ان السوق هو اللي بيتحكي اقولك حاجة اكبر مش المنتج كمان الطلب على مين السوق طالب مين المتفرجين ده حقيقي لا ما هو المتفرجين لا 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 يا سلوى الفيلم ده كسب مين فيه مين دخلوا مين اشترى التيكت الاستاذ محمد طب يا بل الاستاذ محمد عليه طلب وهكذا انا لسه طالع من التجربة دي ف وده اللي ساقت حقا يا استاذ الشام بس مرات دي ممثل ما بيجيبش فلوس بل احيانا احنا عارفين دي اتفضل حضركم تعسس انا اعتبر ده اخر سؤال اوكي ان شاء الله اخر سؤالين اخر سؤالين اخر ثلاث اصيح عشان المرأة اتفضل اتفضل سلوى محمد علي سلوى محمد علي اتفضل بس ليس اتفضل دور كوميدي براف عملت كوميدي 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 عملت كوميدي كتير قوي بس يمكن انا مش محظوظة ان حضرتك تشوف بشغل كوميدي بس عملت كوميدي كتير قوي يعني اوه والدور ليا في جاء انا البيانة التانية قصة حب مفت وعلام اوه تليفيزيون كتير قوي الحمل بيخ اتفضل اتفضلي عشان حد كان قال لي ليه انتي بتمحشينها ليه مش بتطلعي كتير ويبتلها انا بعمل كده عشان كب انا ممكن يبقى هدفي ان انا بصوتك ده هدف عندي دي رسالتي لو احنا مصممين على كلمة رسالة يا زيدي ماشي انا هدفي ان انا سعدك انتي ممكن تلاقي حد يبقى بيحبك اكتر من كده ممكن تلاقي حد بيحبك اكتر من كده انا لما يجي اعمل هي براجلي بغراب ماشي هدفي ان انا احسس كل بنت ان هي تقدر بحاجات بسيطة جدا من غيرها عمليات تجميل ان هي تبقى حلوة وجميلة في نفس الوقت انا مش بعمل حاجة يعني مع اصلاك في ناساته ما كانش عافية كانش كاميدي فرس كان لايت خلاص الزوجة 18 هدفي انه او اللي عايزة وصله للناس ان ممكن جدا بنت تبقى عشان هي قوية ومثقفة وعندها ظهر اللي هو ظهرها ايه ظهرها هي ان هي قادرة تشيل نفسها وقدرة تبقى تبقى قوية من غير راجل فما استسلمتش انها تبقى واحدة من زيجات حسن رضيت ايه الهدف المسلسل انك تعيش تحكي قابل الفطار كده دي حاجة نعمة يا جماعة والله بحقيقة دي نعمة كبيرة انا بديق قوي لما حد بيقول احنا مش مهنة طرفيهية ودي حاجة وحشة اه اي حاجة بتوصل الكتاب بيوصل رسالة اما رسالة بسيطة ايه الرسالة فين الرسالة لو اتعاملتي مع التمثيل زي الاغاني هتنبستي اكتر لما بتسمعي حتة مزيكة فاضية كده لو بتسمعي مزيكة كلاسيك حتة مزيكة ايه الرسالة لا احنا مش اهو ده بقى فرق في المستوى الفني وفي كل حاجة مش في الحكاية الكتاب في العرب ده كل حاجة فيها ده موضوع تين انتي مش هينفع تلاقي كل حاجة كويسة انتي بتروه مش بتختاري تنقي الفكهة بعدك الكلام ده في الجنة بقى على كل على كل على كل حاجة في الدنيا على كل حاجة في الدنيا في الحلو وفي الحلو احيانا ممكن لا يوفق وفي حاجة تعجبني ما تعجبكيش ممكن لا يوفق مرة يوفق تاني هو مش لازم طول الوقت يبقى ايه الرسالة اللي انتي تلعتي بها من فيلم تلاتين يوم في السجن وهل لو جي تانية هتفرجي عليه ولا لا انا اللي وسارك العمير رقم تلاتاشر عارف العمير رقم تلاتاشر ماشي فيلم اللي هو بتاع محمد صبحي اللي بيعمل في كده معروف قوي ايه الرسالة اللي بتلعني منه نسبي قوي نسبي قوي انا ممكن ابقى شايفة الحاجة دي حلوة جدا وفيلم ده بساطني قوي وانتي تبقى شايفة ده فيلم تيفه وده هضر للفلوس وده النسبية جدا انا ممكن احب فيلم انتي محبتهوش وده وارد لانه حنعمل في الاول في الاخر فن احنعمل نعمل ارت يعني بنعمل لوحة وارد جدا انتي تعجبك اللوحة دي بكل شكلها وارد جدا ان الجنبك متقبلها تماما اختلاف ازواء بالضبط المهرجان ايه فيديته ايه لا انت اللي تقولي فيديته ايه الاول انا عايز اشكركم جدا و بنتعرف على ثقافات مختلفة بنتعرف على ثقافات مختلفة بنتعرف على ثقافات مختلفة دلوقتي احنا الدورة دي في افريقيا التواجد كبير للأفلام الافريقية فانا بتعرف على ثقافات مختلفة زي ما قلنا مثلا فيه فيلم اللي هو كان اول تجربة للفيلم السوداني ستموت في العشرين انا عرفت ثقافات عن السودان كتير عمري ما كنت تعرفها الا من خلال المهرجان لان للأسف الشديد الانواع دي من الافلام حظها مش كويس في دور العرض فانا بتعرف على ثقافات مختلفة بشوف افلام مختلفة بوسع نطاع